اليوم مشاهدين يتوجه تلاميذ الصف الأول الابتدائي إلى مقاعد الدراسة إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2017-2018 على أن يبدأ دوام باقي صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة غداً إن شاء الله الاثنين ثم رياض الأطفال يوم الثلاثة المقبل التفاصيل في سياق التقرير الآتي أزياء ملونة حقائب صغيرة ووجوه بريئة نظرات ارتسم ملامحها بمزيج من السعادة والغطة والأمل إنه يوم العودة للمدارس بعد عطلة صيفية رأىها البعض منهم قصيرة اليوم تزدان المدارس فصولاً وساحات رفعت أعلام الكويت واستعادت الأجراء صوتها من جديد لتصدح بانطلاق العام الدراسي الجديد اليوم تلاميذ الصف الأول الابتدائية توجهون إلى مقاعد الدراسة فيما ينطلق دوام باقي صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة غداً الإثنين ثم رياض الأطفال يوم الثلاثاء المقبل ويشهد اليوم أيضاً عودة معلمي المرحلة الثانوية ليكتمل دوام المعلمين في جميع مدارس التعليم العام والبالغ عددها نحو 800 مدرسة بعد افتتاح مدرستين جديدتين في منطقة صباح الأحمد أما عودة طلبة المرحلة الثانوية إلى مقاعد الدراسة فسيكون في السابع عشر من الشهر الجاري لتكتمل بذلك عودة أكثر من 400 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في مدارس التعليم العام استعدادة للعام الدراسي الجديد كانت قد سبقتها تنفيذ وزير التربية وزير التعليم العالي دكتور محمد الفارس عدد من الجولات التفقدية لمدارس متفرقة في المناطق التعليمية أكد خلالها أنه لا يوجد ما يعكر انطلاقة العام الدراسي الجديد كما تضمنت الجولات الوقوف عن كثب على استعدادة المدارس لاستقبال الطلبة والتأكد من مدى جهزيتها والأعمال المنجزة وألية سير العمل لسيما أيضا توفير الكتب والأثاث المدرسي ترجمة نانسي قنقر